في إطار التحضير لقمة الاتحاد الأفريقي المقبلة شاركت السفيرة سوها جيندي مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية في اجتماع لجنة نقاط لاتصال التابع لآلية مراجعة النظراء الأفريقية المنعقد عبر فيديو كونفرنس استعرض الاجتماع جهود مصر تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063 وأكدت مساعد وزير الخارجية على أن مصر حرصت على أخذ هذه المبادئ التنموية بالاعتبار خلال عملية إعداد وتنفيذ رؤيتها الوطنية للتنمية 2030 كما أشرت إلى تمكن مصر من تجاوز التحدي الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا من خلال برامج الضمان الاجتماعي